بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة التاسعة المعاجم اللغوية الدرس الثاني مدارس صناعة المعجم العربي أو الأطوار التي مرت بها صناعة المعجم العربي المدارس أو الأطوار التي مرت بها صناعة المعجم العربي تتعدد وتتنوع المدرسة الأولى تسمى التقليبات الصوتية رائدها هو الخليل بن أحمد الفراهدي في كتابه معجم العين حيث عمد الخليل إلى وضع معجم يحصي فيه جميع كلام العرب ويحصي ألفاظهم فلا يخرج من ألفاظهم وكلامهم عنه شيء أقام منهجه على أسس لسانية رياضية منطقية هذه الأسس هي أولا ترتيب مواد المعجم ترتيبا صوتيا حسب مخارج الحروف ابتدأ من حروف الحلق لأنه أبعد المخارج والصعود تدريجيا حتى حروف الشفة فجاء ترتيبه عن وجه التالي كان الأول حرف في معجمه هو حرف العين ثم الحاء ثم الهاء ثم الغين ثم الخاء مع تقديمهم وتأخرين في بعض المخارج ثم القاف الكاف الجيم الشين الضاد الصاد السين الزاي وهكذا حتى وصل إلى الفاء الباء الميم ثم حروف العلة هذا المدرق الصوتي يعتمد تتيب الحروف هذا على المدرق الصوتي للحروف بدءا بالعين وهو آخر الحروف في النطق كاميرا الخليب الأحمد ثم صعودا حتى حروف الذلاقة اللي الفاء والباء والميم اللي مخرجها من الشفتين وقد جعل الخليل بابا خاصا في معجمه لكل حرف باب العين باب الحاء باب الهاء باب الغين باب الخاء وهكذا هذا هو العنصر الأول أو الأساس الأول إذن فاستقصى بهذا كل الحروف العربية ثم جاء إلى ترتيب الكلمات في كل حرف من هذه الحروف رتبها بحسب أبنيتها الصرفية بحيث أفري دباب لكل بناء من الأبنية التالية الثنائي المشدد ثاني الثلاثي الصحيح الثلاثي المعتل اللفيف الرباعي الخماسي هذا في كل حرف من هذه الحروف لديه هذه الأبواب ومن يبحث عن كلمة عليه أن يعرف أولا أصلها وبناءها العنصر الثالث من عناصر استفاء كل أنواع أو كل كلمات ومفردات اللغة هو اعتماد طريقة التقليبات فهو يذكر الكلمة ثم يقلبها على كل وجه بحيث تتألف من مقلباتها كلمات فتذكر جميع تلك الكلمات في موضع واحد وهو يشير إلى المستعمل والمهمل منها مثلا في مادة عين كاف با نجد العنوان التالي عين كيف كاف با ثم نجد أيضا من الكلمات عين با كاف ثم كاف عين با ثم كاف با عين ثم با كاف عين يقول هذه مستعملات كل هذه التقليبات مستعملة لكنه يأتي إلى با عين كاف ويقول أنه مهمل ومن يبحث عن شين عين لام فهو لا يجدها في كتاب الشين إذن ليست العبرة بنوع الحرف الأول أو الأخير العبرة بأقدم حروف الكلمة أو أعمق حروف الكلمة في المخرج فعندما يريد ذكر الكلمة لأول مرة فهي تأتي في تقليباتها كلها فهو لا يجدها الشين والعين واللام لا تجدها في كتاب الشين وإنما في كتاب العين لأن العين أسبق من الشين في الترتيب الصوتي الذي ابتكره الخليل فنحن نجد مثلا عين شين لام ستكون هي الكلمة ربما الأولى ثم بعدين تأتي من تقليباتها ستكون شين عين لام فهي مذكورة في موضعها الأول وممن تبع الخليل في هذا أو في ترتيبه هذا أبو منصور الأزهري في معجمه تهذيب اللغة والصاحب بن عباد في معجمه المحيط وبن سيدة في معجمه المحكم والمحيط الأعظم في اللغة المدرسة الثانية هي مدرسة أو نظام التقليبات الألف بائية العادية هؤلاء اعتمدوا في ترتيب الكلمات أو في ورود الكلمات أو في جمع الكلمات على التقليبات التي اعتمدها الخليل لكنهم رتبوا الكلمات في المعجم بحسب الحروف الهجائية لا بحسب المخرج الحرف كما يراه الخليل وينسب هذا الترتيب لبن دريد ويعنى به جمع الكلمات وترتيبها حسب حروفها في الأصول وتحت أول حرف من حروف المادة في الترتيب الألف بائية العادي لألف با تا ثا إلى آخره فالمادة السابقة عين كاف با مثلا سنجدها لا شك في باب أو تحت موضوع الباء لماذا الباء؟ لأنه الأسبق في ترتيب الحروف الهجائية هو أسبق من العين وأسبق من الكاف المادة عين سين راء على سبيل المثال سنجدها في حرف الراء لأن حرف الراء يسبق العين ويسبق السين بينما سنجدها في حرف العين عند الخليل بن أحمد لأنه حرف العين أقدم أو أعمق هذه الحروف مخرجا المدرسة الثالثة هي مدرسة القافية وكتب هذه المدرسة مشهورة مبتكر هذا النظام هو الجوهري صاحب معجم تاج اللغة والصحاح العربية والذي يعرف اختصارا كما نشاهده في الصورة بالصحاح يعنى هذا النظام أو مهمة هذا النظام أو طريقة هذا النظام بجمع الكلمات وترتيبها كيف ترتب الكلمات بحسب حروفها الأصول تردل أصولها الثلاثية ثم ينظر إلى الحرف الأخير ينظر إلى الحرف الأخير فيوضع بابا والحرف الأول يوضع فصلا ثم هذه الحروف ترتيبها بحسب الترتيب الألف بائي الهجائي العادي إذن نقول وترتيبها بحسب حروفها الأصول باعتبار الحرف الأخير حسب ترتيبه في الحروف الهجائية العادية إلى الفبائية ويجعل باب ثم قسم كل باب منها إلى فصول تبعا للحرف الأولي من الألفاظ مرتبا على الألف باء أيضا فمادة جيم باء راء نجدها في باب الراء في فصل الجيم وممن ساروا إفقى نظام الجوهر السابق بمنظور في معجمه الشهير لسان العرب والفيروز الأبادي في معجمه الشهير أيضا القاموس المحيط المدرسة الرابعة من مدارس صناعة المعجم وهي الأسهل والأوضح والأكثر استخداما فهو النظام الهجائي الألف بائي أريد بهذا النظام أن تجمع كلمات اللغة وأن ترتب بحسب حروفها الأصول تحت الحرف الأول فالثاني فالثالث في الترتيب الهجائي العادي فمادة طلعة على سبيل المثال نبحث عنها في حرف الطاء مع مراعاة الحرف الثاني والثالث في الترتيب الهجائي أيضا فهي تأتي مثلا قبل الطواعة وبعد طواقة لأن الطاء هي كلها تحت باب الطاء لكن بعد الطاء ننظر إلى الحرف الثاني الحرف الواو متأخر عن اللام وحرف الرام سابق لللام فهي تقع بين هاتين الكلمتين وربما غيرها من الكلمات وممن سلك هذا النظام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة والرازي في مختار الصحاح والفيومي والمعاجم الحديثة أيضا سلكت هذا المنهج كالمعجم الوسيط والمعجم الوجيز والمعجم الكبير ننتهي من هذا الموضوع نلقاكم في درس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته